بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم أمين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته أهلا بحضراتكم معنا ولزال الحديث موصولا بنا حول القصص القرآني ومع سيدنا آدم وذكر القرآن له في صورة الكهف تعالوا بنا نقرأ الآية التي ورد فيها ذكر القصة في صورة الكهف يقول جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا صدق الله العظيم في هذه الآية الكريمة المباركة يبين لنا مولانا جل وعلا أن آدم عليه السلام خلقه الله وأوجده وسواه وأمر الملائكة أن يسجدوا له فسجد الملائكة جميعا لسيدنا آدم إلا إبليس ويمكن هنا بقى جاء ذكر إبليس صراحة وقلت لكم في بداية الحلقات والحديث عن سيدنا آدم إن إبليس لم يكن اسمه إبليس كان اسمه عزازيل وكان يلقب بطاوص الملائكة لأنه كان مخلوق من نار ومع ذلك كان يتعبد كعبادات الملائكة عاش بينهم وتعبد لله معهم فربنا يقول لنا هنا إلا إبليس كان من الجن خد بالك الملائكة عالم من نور جبل على الطاعة يسبحون الليلة والنهار لا يفطرون الإنس والجن من طين ومن نار جبلوا على المعصية والشاهوة لكن إحنا مخيرين عندنا اختيار بين الطاعة وبين المعصية ملائكة ما فيش عندهم اختيار فلو نظرنا أن إبليس تعبد لله مع الملائكة وهو مخير ترك المعصية وتعبد فقط لله يبقى كده أفضل من الملائكة طيب لو هو ده الكلام ده في وقت العبادة هو يتعبد قبل العصيات طيب لو هو من الجن وبيتعبد مع الملائكة يبقى يستوي مع الملائكة طيب لو هو أقل من الملائكة وبيتعبد لله يبقى ثلاث درجات إما يكون أعلى وإما يكون في نفس المستوى أو أدنى طيب هو بيتعبد مع الملائكة وأمروا جميعا بالسجود فسجد الكل إلا إبليس مر ربنا يقول لنا أبا مر يقول لنا استكبر مر يقول لنا بقى هنا في الأدي كان من الجن يعني رجع للاختيار بتاعه تاني ففسق عن أمر ربه الفسوق هنا إنه عصى ربنا سبحانه وتعالى عصى ربه جل وعلا وامتنع امتناع إباء واستكبار وعناد وعصيان وامتناع كبر وامتناع عدم توفيق لأنه لم يوفق في هذا الأمر كان من الجن ففسق عن أمر ربه بقى لكان من الجن ده وفسق عن أمر ربه ربنا بقى بيحذر نحن أفتتخذونه يا بني آدم أفتتخذونه وذريته الشياطين كلهم أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاء يعني ابتعدوا عن غواية الشيطان وابتعدوا عن أبلسة إبليس وابتعدوا عن عنادكم وعصيانكم لله ففيه تشبيه بإبليس ومن مع إبليس من أعوانه بعصات المسلمين الذين عصوا الله سبحانه وتعالى وانحرفوا عن الهدي القويم وعن الصراط المستقيم ربنا يعلمنا وفهمنا أنوار القرآن وأصرار القرآن أولو آمين أروح فاصل وارجع لكم تاني خليكم معايا وصلوا على الحبيب بسم الله وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولا رجعنا لكم تاني وهنروح بقى القصة سيدنا آدم في صورة طاها يبقى جبنا القصة في صورة البقرة في صورة الأعراف في صورة الحجر في صورة الإسراء في صورة الكهف الفاصل ده أو المقطع ده هنتناول في قصة سيدنا آدم في صورة طاها يبقى هذا الموضع الكام السادس تعالوا نقرأ الآيات مع بعض يقول الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة استجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلاء صدق الله العظيم هذه الآيات الكريمات البينات من كتاب مولانا في صورة طاها ربنا بدأ الآيات بش بقوله وإذ قلنا للملائكة استجدوا لأ تدن مقدمة لو تذكروا في صورة البقرة إن ربنا أمر سيدنا آدم ألا يأكل من الشجرة فيقول ربنا سبحانه وتعالى وإذ قلنا للملائكة استجدوا لآدم بعد كده فسجدوا إلا إبليس أبا هنا يبدأ بداية أخرى يقول وَلَقَدْ عَاهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَا ولم نجد له عزمة يعني ربنا أمر آدم أن يأكل من كل شجر الجنة إلا من هذه الشجرة عهد إليه يعني وصاه بوصية من قبل فنسيا نسيا الوصية وما سمي الإنسان إنسانا إلا لكثرة نسيان إحنا بننسى الإنسان كثير النسيان ربنا يقول لي كده وَلَقَدْ عَاهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَاسِيَا نسيا الوصية نسيا أمر الله جل وعلا ولم نجد له عزمة لم نجد قوة في العزمة عند آدم ما وجدناش قوة في العذيمة في حفظ ما أمره الله به دانسي آدم بسرعة وأكل من الشجرة بعد وسوسة الشيطان له وربنا قال له إن هذا عدو لك ولزوجك يا آدم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس آبا قلناها أبى واستكبر وبعد أن لا احتنكن ذريته إلا قليلا فبعزاتك لأغوينهم أجمعين آيات كثيرة بتوضح المعنى فقلنا يا آدم بعد بأم إبليس أبى استجد لآدم وبعد آدم أكل من الشجرة فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى دي الوصية كل من كل شجر الجنة يا آدم أنت وحواء إلا من هذه الشجرة ليه؟ لأن الشيطان عدو لكم إن أطعتما الشيطان يبقى هيجلكم الغواية يا آدم دا عدو لك إنت وزوجتك حواء فإحذر من وسوسته ومن غواياته ومن تسلطه عليكم فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى الشقاء هنا إنكم في الجنة منعمين إنكم في الجنة بيش مكلفين إنكم في الجنة تأكلون ما تشاءون وبعدين ربنا يقول له إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ما فيش جوع ولا في تعرف الجنة ولا في كشف للعورات ما فيش وأنك لا تضمأ فيها ما فيش عطش ولا تضحى ولا تشعر بالحر من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس لتبلى ثيابه ولا يفنى شبابه في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان الشيطان بدأ الوسوس السيدنا آدم قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفق يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم جتباه ربه فتاب عليه وهدى أنا أقف هنا عند وسوسة الشيطان لسيدنا آدم واجتباء الله لسيدنا آدم وهداية الله له ونكمل في الحلقة القادمة إن شاء الله أروح فاصل وارجع لك تاني للفتاوى خليكم معانا وصلوا على الحبيب بسم الله وصل الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومولا رجعنا لكم تاني ومع الفتاوى الفقهية أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا اللهم آمين ورد إلينا سؤال من أحد المشاهدين يقول فيه كلما وقعت في ذنب أحدث به صديقا مقرب من باب الثقة فهل علي إثم في ذلك؟ أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون الإنسان بيخطئ ويذنب ويعصي ويقترف الذنوب والآثام لكن العبد الصالح والذي يتوب ويؤوب ويعود ويرجع إلى الله جل وعلا فبقول كلما وقعت في ذنب أحدث به صديق مقرب لي صديق يعني مقرب إلي لو عملت ذنب بقول له أنا عملت كذا لا نقول له لا تخبر أحدا بالمعصية لأن ده هيبقى فيه مجاهرة بالمعصية كلكم معافى إلا المجاهرون من المجاهرين دولة اللي بيعمل الذنب بالليل ويجي تاني يوم يقول أنا عملت كذا وكذا ده ربنا سترك في الذنب طالما سترك عند حصول الذنب فلا تفضح نفسك بعد ستره عليك سترى الله بنا أن الخطايا لا تفوح فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح طالما ربنا سترك أن الذنوب ليست لها رائحة عارفين لو الذنوب لها رائحة لا يجلس أحد مع أحد ولا يتسامر أحد مع أحد مش هنقدر نجلس مع بعض لأنك تبقى شام رائحة الذنوب لكن من ستر الله بنا أن الذنوب لا تفوح رائحتها ليس لها رائحة تفوح سترى الله بنا أن الخطايا لا تفوح فإذا المستور منا بين ثوبيه فضوح فخلي الذنب بتاعك في نفسك ولا تخبر به أحد حتى أن بعض العلماء قالوا إيه التوبة نسيان الذنب لو أنت عملت ذنب و أنت عاصر ربنا لما التوب انسى الذنب تعودش تتباهى تقول أنا عملت كذا و سويت كذا و أذنبت كذا ربنا سترك يعني العبد يعصي و الله يسطر و يقولك في القرآن إن ينته يغفر لهم ما قد سلف عفى الله عما سلف يا من عصى ثم اعتدى ثم اقترف ثم اهتدى ثم ارتوى ثم اعترف أبشر بقول الله في تنزيله إن ينته يغفر لهم ما قد سلف فالستر أولى و لا تخبر صديق و لا قريب و لا تخبر أحد و ربنا يتوب علينا و عليك إن شاء الله سؤال آخر يقول أعاني من مرض نفسي يحتاج إلى المتابعة مع الطبيب فهل يجب علي شرعا أن أخبر خطيبتي بذلك سؤال مهم أقول وبالله التوفيق و منه العون و المدد و السداد و الرشد هنفرق بين أمرين المرض النفسي نسأل الله أن يعافي كل مريض مرض عضوي أو مرض نفسي أو أي مرض فيعني كل داء يعني بيبقى الإنسان يعني قريب من الله سبحانه وتعالى نسأل الله أن يفرج عن المرضى و نسأل الله أن يخفف البلاء عمن ابتلاهم اللي مريض مرض نفسي و خاطب أو تعالج من المرض النفسي و هيخطب عما قريب يخبر خطبته إنه هو مريض نفسي ولا لا يخبرها البعض لو أخبر المخطوبة بأنه مريض مرض نفسي لن توافق و حتى لو وافقت و علمت بهذا ربما تفسخ الخطوبة هنفرق بين أمرين هل هذا المرض الذي تعاني منه و تعالجت أو لازلت تعالج منه يؤثر على غيرك يعني بنسمع أن واحد مريض نفسي ضرب مراته بسكينة موتها أو مثلا رمى حد من البلكونة تبدأ مريض نفسي رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ و عن المجنون حتى يفق و عن النائم حتى يستيقظ و العقل بش موجود إذا سلب ما وهب أسقط ما واجب فنسأل الطبيب المعالج يا دكتور أنا المرض اللي عندي ده يؤثر على غيري يعني ممكن أؤذي الآخرين لو الدكتور الأه يؤذي و يؤثر يبقى لازم تخبر المخطوبة و أهلها إن انت عندك مرض كذا و كذا طيب لو قال الطبيب أنه لا يؤثر و عندك حاجات بسيطة و علكت منها و مع الدواء لن تؤثر عليك فلا تخبر أحد و ربنا يعفيك و يشفيك إن شاء الله نسأل الله أن يشفي مرضانا و مرضى العالمين و أن يعافي كل مبتلاء اللهم أمين أشوف حضراتكم إن شاء الله على خير و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة